مرحباً جميعاً، اليوم لدينا الإنجليش والد for Primary 1، دعونا نبدأ نهاردة معدنا مع الإنجليش والد والابتدائي، معدنا يونت 9، درس التاسع دعونا نبدأ مرحباً، شطار جداً دي مجموعة الـ Numbers الأرقام المعنى النهاردة في يونت 9 دعونا نبدأ إلى مرة أخرى دعونا، اذهب إلى المرة 1, 2, 3, 4, 5 هناك هي ماذا؟ سالفر 6, 7, 8, 9, 10 ماذا؟ سالفر؟ سالفر سالفر؟ سالفر؟ نعم، سالفر سالفر 15, 16, 17, 18 19 20 سالفر 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 بديجي مع الأي والوي والدي واليو لكن هذ غط بيجي مع اله والش والإد يعني هاف بتاخد الجامع وهاز بتيجي معها المفرد سالفر سالفر طب تعالوا يشوف أمثيل عليه يعني بقول اي هاف غط اي هاف غط اي انا عندي عين بني لكن بقول ه هاذ غط بايك هو عنده أعجلة طب العوصة أسأل سؤال بستخدم ايه بستخدم هاذ او هاز طيب يبقى احنا قلنا هاف جات وهاز جات هاف بتيجي مع الجمع وهاز بتيجي مع المفر هاف بتاخد اي ووي وي وي وذي لكن هاز بتاخد هي والشي ويت سهلة خالص وقلنا لما عوز نعمل السؤال بنسأل بإيه بنسأل هي إما بهاف أو هاز ولو سألت بهاف أو هاز دايما للإجابة أجاوب هي إما بيس أو نو موضوع سهلة خالص هنا هنا بقى أنا مدياكوا شوية أسئلة وعارفة لكو شطار أعوضوا حلوهم واكتبوا لي الحل بتاعتهم على اليوتيوب وأشوف أكتر واحد مين حلو كله صح النهاردة كان ده درس معانا النهاردة يونيت 9 في إنجلش وورلد أتمنى كان الدرس سهل ونطيف عليكم